كل حاجة في الدنيا هينفع نتصالح فيها كل حاجة احنا هنا كعرب اهم حاجة تبقى نظرتنا وحدة للأهداف الكبرى وتيجي زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسعودية الشقيقة شوف فيه ادوار بتتلعب ما بين عواصم القرار العربي ولكن كل عاصمة وليها مجموعة من الأدوار بتلعبها عاصمة تلعب أدوار معينة في إفريقيا عاصمة تلعب أدوار معينة في شبه الجزيرة عاصمة تلعب أدوار أخرى في وسط أسيا عاصمة تلعب أدوار مع الأوروبيين عاصمة تلعب أدوار مع الأمريكان عاصمة تلعب مع أمريكا اللاتينية عاصمة تلعب مع الهند والصين وما إلى ذلك إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل تكامل الأدوار ما بين مصر والمملكة العربية السعودية تشوف ده وهو يتجسد أمامك بصورة الحقيقة شديدة الوضوح في تقارب واضح للأولويات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو حتى الرؤى التي تتبناها الدولتين الشقيقتين في الداخل بتعتمد بشكل رئيسي على إيه؟ واحد تهدئة وطيرة الصراعات وتصفير الخلافات والمشاكل مع العالم توحيد المواقف تجاه كافة القضايا الدولية الوصول لأرضية مشتركة طول الوقت ده يحقق حالة التكامل اللي بنتكلم عليها ده يؤدي في نهاية المطاف لخدمة العملية التنموية مش بس للبلدين ولكن لكل العرب من المحيط الأطلنطي وحتى حدود العراق سواء على المستوى الجماعي في إطار إقليمي أو على مستوى الدواخل العربية في كل دولة على حدة الحديث يا سادة يا كرام عن تقارب الأولويات ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية هو الدليل الدامغ على حالة التوافق غير المسبوق دقق وقرأ وشوف وانت تفهم طيب ده بيتواكب ازاي؟ بيتواكب إلى حد كبير مع معطيات حقبة جديدة بيشهدها النظام العالمي طالما تحدثنا في هذا البرنامج طالما تحدثت الصحف العالمية وكبار محللين السياسة في الدنيا يا جماعة النظام العالمي يعيد ترتيب نفسه من أول وجديد الكلام ده بدأ في كورونا واستمر ثم يأتي بقوة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومن هنا لازم نبقى فهمين النظام العالمي لهو هيبقى حاجة اسمها أحدية القطبية ولا ثنائية القطبية النظام العالمي الجديد يقوم على تعددية قطبية فظل أزمات استحالة استحالة حد أي أن كان حجم الدولة في المنطقة العربية ولا براها أنه يقف قدام الأزمات اللي موجودة لوحده لازم تحصل شراكة وشراكة متينة ما بين القوى المؤثرة تعندك حالات عجز الحقيقة أصبحت واضحة من قبل كل الموروثات العالمية الكبرى القديمة عجز حقيقي عن تحقيق أي إنجاز يذكر في هذا الإطار كويس؟ طيب تيجي تشوف على سبيل المثال وبقى كورونا مثال كشف إيه؟ كشف نواقص داخل البنية الدولية كشف صراعات بتحصل الحصول على هذا النقاح دون النظر إلى أي بعد إنسان في الشكل التقليدي ياه اللي كنا حفظينه بقالنا خمسين سنة كل حاجة تغيرت أصبح في حاجة ملحة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الشراكة لازم الكل يستطيع الوفاء بالتزاماته الدولية الكبرى الكل أصبح مسؤول عن الكل مقدمة أولوياتنا هي حفظ السلام والأمن مقدمة أولوياتنا إن إحنا نوقف هذا التهديد تهديدات تتعلق بالسلام والأمن مش بس عشان الصراعات اللي بتحصل دلوقتي ولا الخناقات اللي جارية دلوقتي هو كمان لازم تحط معاها الأوباء الكورونا مش أول حاجة ومش آخر حاجة المتغيرات المناخية مش أول حاجة ومش آخر حاجة العالم بيتغير لو فشلنا في احتواء الأزمات كل المجتمع البشري هتبقى حالته أسوأ من السوق في حد ذاته